السلام عليكم طلاب الصف الأول في هذا الفيديو سوف نقدم لكم شرح لمادة اللغة الإنجليزية للصف الأول الفصل الثاني نبدأ في unit 10 الوحدة العاشرة period 1 الدرس الأول انوان الدرس let's play انوان الدرس هيا نلعب أحبابي طلاب الصف الأول المطلوب منكم هو التعرف على أسماء هذه الألعاب الستة من خلال النظر على هذه الصور هذا هو الهدف الأول من هذه الوحدة أما الهدف الثاني من هذه الوحدة الهدف الأول كما ذكرنا talking about toys أن نتحدث عن الألعاب بتسمية أسماء الصور الستة التي لدينا أما الهدف الثاني showing where something is هو الحديث عن مكان هذه الألعاب أو عن المكان الحديث عن المكان بشكل عام نستخدم أداة السؤال where's أين where's التي تعني أين وبالإجابة فسوف نستخدم here and there الكلمتين هنا في إجابة عن المكان هي الكلمة الأولى here معناتها هنا تستخدم للمكان القريب و there تستخدم للمكان البعيد وبمعنى هناك وبمعنى هناك نبدأ على بركة الله الكلمات الستة التي لدينا فلننظر للصور الأولى اللعبة الأولى هنا what's this ما هذه اللعبة it's a balloon it's a balloon اللعبة هنا تسمى balloon هنا الاسم نكتوب على الشاشة كلمة balloon الكلمة الأولى عندنا it's balloon هي اللعبة الأولى balloon what's this it's a balloon اللعبة الثانية هنا what's this what's this it's a kite طائرة الورقية تسمى kite what's this it's kite what's this what's this it's a yuyu it's a yuyu انظر للصورة الرابعة what's this what's this it's a doll it's a doll الصورة الخامسة what's this what's this it's a ball it's a ball الصورة الأخيرة it's 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 skate احسنتم what's this it's a skate انظر هنا لأسماء الصور مرة أخرى it's balloon it's a balloon it's a kite it's a yuyu احسنتم it's a doll it's a ball it's a skate it's a skate الآن ننتقل للسؤال التالي وهو عندما نفقد شيء معين من ألعابنا وعندما نفقد شيء من أغراضنا أو أشيائنا كيف نبحث عن هذا الشيء؟ نبدأ بالبحث في السؤال باستخدام where على الطالب أن يحدد أين هي كلمة where ويقرأه where's where's استخدمنا هنا الاس لأننا نسأل عن شيء واحد شيء مفرد where's my kite أين طائرة الورقية where's my kite جميلة تبحث عن القايت وتقول where's my kite أين الطائرة الورقية هل رأيت يا تالة الطائرة الورقية تقول تالة نعم here هنا إنها هنا قريبة عندما يكون الشيء قريب مني أستعمل كلمة here ماذا قالت جميلة بالنهاية قالت thank you قالت لها thank you الآن نقبل نكمل الدرس الثاني في الوحدة العاشرة للصف الأول period 2 period 2 الوحدة العاشرة السؤال الأول أحبابي طلاب الصف الأول انظروا للسؤال الأول هنا trace and find say trace and find say ما هو المطلوب من هذا السؤال المطلوب أن نستخدم القلم انظر إلى صورة القلم هنا القلم وأن نذهب إلى الصور التي بالأسفل هنا انظر للصورة الأولى علينا أن نقوم بعمل trace ما معنى trace هو أن نحدد على النقاط لنرسم الشكل الموجود في الصورة لنحدد الشكل المرسوم في الصورة نبدأ في وضع القلم هنا في النقطة التي هنا نضع القلم هنا ثم نقوم بتحديد النقاط جميعها بهذا الشكل هنا الصورة الأولى ثم بعد ذلك نذهب للصورة الثانية نقوم بتحديد من مكان النقطة هنا ونقوم بالنزول إلى أسفل هنا السهم الذي لدينا في الصورة نقوم بالنزول إلى أسفل نحدد النقاط جميعها حتى نشكل صورة kite هنا هذه الصورة عندما نكونها سوف تكون صورة kite أما الصورة الأولى سوف نحدد ball القرة والصورة الثالثة نقوم بتحديد من نفس النقطة هنا أيضا باتجاه السهم بهذا الشكل نقوم بتحديد النقاط حتى نكون صورة what's this ما هذه الصورة أحسنتم it's ball الصورة الرابعة هنا من مكان النقطة باتجاه السهم لأسفل نقوم بتحديد هذه النقاط حتى نكون منها صورة skate نذهب هنا لنوع skates الصورة الخامسة من النقطة هنا أيضا من مكان النقطة باتجاه السهم نكون بتحديد الصورة التي سوف نكون هنا هذه الصورة سوف تكون بالنهاية عندما نكون بالسير على هذه النقاط جميعها تكون هذه الصورة صورة doll الالعاب التي في الصندوق الصورة الأخيرة هنا من مكان النقطة أيضا باتجاه السهم سوف نكون في النهاية صورة yu هنا المطلوب الأول قد أنجزناه نذهب الآن للمطلوب الثاني وهو كلمة find نبحث trace and find علمنا وحددنا مكان الصور الآن نريد أن نحدد find أين توجد الصورة التي كنا بتكوينها نبدأ بالصورة الأولى ball هل ترون أي قرات في الصورة هل ترون أي قرات في الصورة نعم هذه ball إنها هنا balls العدد الآن أصبح أكثر عندما يكون عندنا المجموع أكثر من شيء واحد عندما نستخدم المفرد لكلمة كرة نستخدم باللغة الإنجليزية نقول ball لكن عندما يكون عدد الكرات أكثر من واحد عندما يكون عدد الكرات أكثر من واحد يقول balls وهنا يجب أن نستخدم الاسم الجمع التي تسمى الجمع التي نقرأها ونلفظها ونستخدمها عندما يزداد العدد عندما يصبح العدد أكثر من واحد مرة أخرى إذا كان لدينا العدد واحد نقول ball إذا كان العدد أكثر من واحد نقول balls balls هنا balls هنا القرات هنا القرات دعنا نقوم بعد هذه القرات تبدأ بعد هذه القرات one two three four five six seven eight إذن يوجد لدينا eight balls أعيد من بعدي eight balls eight balls ننتقل الآن إلى الصورة الثانية what's this ماذا تسمى هذه الصورة هل يوجد لدينا kites نعم يوجد two kites إذن نقول two kites نستخدم ال s العدد الآن أكثر من واحد two kites الصورة الثالثة ballon هل يوجد لدينا بالصورة هنا بالغرفة التي هنا ballons نعم يوجد انظروا إلى الألوان blue أزرق red أحمر green purple pink yellow ألوان ballons one two three four five six إذن نقول six ballons six ballons الصورة الرابعة skate هل يوجد لدينا skate نعم يوجد انظر هنا على الأرض هنا skate على السجادة انظر هنا هل رأيتوها نعم إنها هنا one two three four 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 skates four skates صورة الخامسة dolls أين توجد dolls نعم إنها هنا بالصندوق فلنقوم بعدها one two three four five dolls ماذا نقول five dolls والصورة الأخيرة يويوز ننظر هنا على الطاولة ننظر هنا على الطاولة how many dolls كم عدد how many كم عدد dolls فنذهب نبحث عن اليويو هنا اليويو على الطاولة هل رأيتم ها نعم أحسنتم فنبدأ بعد هذه اليويوز one two three four five six seven seven يويوز إذن نقول seven يويوز نعنى الآن نعيد الأعداد مرة أخرى الصور مع العدد balls كم عنا قرة eight balls eight balls one two three four five six seven eight kites one two two kites balloons one two three four five six six balloons six balloons skates how many skates one two three four four skates أحسنتم dolls how many dolls كم عدد الألعاب one two three four five dolls صورة الأخيرة you use how many you use one two three four five six seven you use seven you use إذن ونتهينا من السؤال الأول ننتقل للسؤال الثاني look 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 انظر انظر بعينيك هنا انظر على هذه الصورة انظر على هذه الصورة مرة أخرى look انظر count and write عد واكتب عد واكتب الصورة الأولى صورة ball how many balls كم عدد الكرات التي في الصورة الأولى one two three four five six seven eight نريد أن نكتب رقم eight العدد eight هنا بالمربع الأول eight المربع الأول الصورة الثانية kite how many guys كم عدد الطائرات الورقية بالصورة two أحسنتم two guys إذن نكون بكتابة write two نكتب الرقم two في المربع الثاني أما المربع الثالث هنا نسأل عن السكيتس how many skates كم عدد السكيتس هنا one two three four نكتب الرقم four بالمربع الثالث والمربع الأخير balloons how many balloons كم كم بالون عدد بالصورة هنا one two three four five six إذن نكون بكتابة الرقم six في المربع الأخير في المربع الأخير أهلا بكم ومرحبا من جديد الآن نحن في الدرس الثالث في الوحدة العاشرة للصف الأول الفصل الثاني اللغة الإنجليزية ما هو المطلوب من هذا الدرس الثالث الصفحة طبعا رقم six page six الصفحة السادس الآن نحن هنا نتحدث عن الصفحة السادسة page six الدرس الثالث انضر ما هو مطلوب هنا مطلوب منا هنا أن نستخدم بالسؤال عن الأشياء كلمة where أين where's أين عن الأشياء والإجابة أن نستخدم كلمة here هنا للمكان القريب وthere للمكان البعيد إذن احفظ معي المطلوب هو للسؤال عن الشيء أو للسؤال عن المكان بشكل عام أو للسؤال عن الشيء المفقود نستخدم كلمة where's معناتها أين وبالإجابة إذا أنا وجدت شيء قريب مني فأستخدم كلمة here وإذا كان الشيء بعيد عني أستخدم كلمة there دعنا نبدأ انظر إلى الصورة الأولى هنا يوجد الصورة الأولى أمير وهنا يوجد الصورة سامي إذن سامي يبحث عن البداية سامي يبحث عن اليولو where's أو اسمع ماذا يقول where's my يولو سامي يبحث عن اليولو في الصندوق هل ترى سامي نعم سامي يبحث في الصندوق عن اليولو ماذا يقول أعد بعدي أعد من بعدي where's my يولو ماذا يقول سامي where's my يولو من الذي رأى وجد اليولو الذي وجدها هو أمير أمير انظر إلى المسافة التي بين اليولو وبين أمير انظر إنها مسافة بعيدة ماذا يقول أمير يقول أمير there أمير يقول لسامي there لأنها اليولو بعيدة عن أمير ماذا يقول سامي بالنهاية يقول لأمير thank you يقول له شكرا دعنا نعيد برد أخرى سامي يبحث عن اليولو ماذا يقول where's my يوي أين اليولو أمير وجد اليولو ماذا يقول أمير يقول there لأن اليولو هنا بعيدة عن أمير يقول there وسامي يشكره بالنهاية يقول له thank you السؤال الثاني أيضا سامي وأمير سامي يبحث عن السكيت سامي يبحث عن السكيت ماذا يقول انظر where's my سكيت ماذا يقول بلداية where's my skate أين السكيت ماذا يقول له أمير أمير يقول له here لماذا قال له here لأن السكيت هنا في يد أمير لأن قريبة منه نقول here نعيد مرة أخرى انظر إلى كتابة الأسئلة هنا على الشاشة اللون الأزرق نقول إذا أضعنا شيء أو فقدنا نقول where's نبدأ في البحث عن السكيت أولا where's my skate أين السكيت ماذا يقول أمير يقول here اليو سامي يسأل عن اليو ماذا يقول سامي where's my يو ماذا يقول أمير there لأن اليو بعيدة عن أمير بعيدة عن أمير السؤال أو الصورة الثانية هنا جميلة وسامي جميلة وسامي جميلة تبحث عن القرى ball وتبحث عن الدل نبدأ بالبداية في الحديث عن الدل البحث عن الدل ماذا تقول جميلة where's my doll where's my doll ماذا يقول سامي تقول here لماذا قال here لأن الدل قريبة من سامي السؤال الثاني عن البول جميلة تبحث عن القرى where's my ball where's my ball أين القرى ماذا يقول سامي القرى بعيدة عن سامي انظر إلى المسافة هنا فيقول سامي there يقول سامي there الصورة الثالثة تالى تجلس على الأرض سلوى تجلس بجانب أو تقف بجانب الشجرة تبحث عن البالون وتبحث عن الكايت أولا تقول سلوى where's my where's my kite where's my kite ماذا تقول لها تالى تالى تقول لها here لأن الكايت قريبة من تالى تقول لها here سلوى مرة أخرى تبحث عن البالون ماذا تقول ماذا تقول تقول where's my ballon where's my ballon ماذا تقول لها جميلة تقول لها here أم there تقول لها there أحسنتم لماذا لأن البالون بعيدة انظروا للمسافة بين التالى التي تجلس على الأرض وبين البالون الذي بجانب أو فوق الشجرة فالمسافة بعيدة نقول there there أحسنتم السؤال الثالث في نفس الموضوع هنا جميلة هنا سامي هنا ثلاث ألعاب قريبة من ثلاث ألعاب قريبة من سامي وثلاث ألعاب بعيدة عن سامي الأشياء القريبة من سامي يقول عنها سامي here والأشياء التي بعيدة عنها يقول عنها there والسؤال هنا يبدأ من جميلة جميلة تبحث عن جميع هذه الألعاب ماذا تقول جميلة إذا أرادت البحث عن اليويو تقول ماذا يقول سامي يقول سامي لماذا قال هير لان اليويو قريبة منه فتقول له جميلة السؤال التالي اذا اردنا الحديث او السؤال عن الكايت ماذا نقول هل الكايت قريبة ام بعيدة من سامي بعيدة ماذا يقول سامي سامي يقول إذا أردنا الحديث عن السكيت ماذا نسأل كيف نسأل ماذا نقول ماذا يقول سامي أحسنتم لأنها قريبة منه ماذا تقول له جميلة شكرا إذا أردنا السؤال عن البالون ماذا تقول جميلة ماذا يقول سامي لأن البالون بعيدة عنه وتقول له جميلة إذا أردنا السؤال عن البال ماذا نقول ماذا نجيب سامي يقول هير لأن البال قريبة منه والسؤال الأخير عن الدول إذا أردت جميلة السؤال عن الدول ماذا تقول ماذا يقول سامي يقول ذير هناك يعني لأنها بعيدة يقول هناك باللغة العربية وذير باللغة الإنجليزية وجميلة تقول له بالنهاية مرحبا بكم مجددا الآن نقوم بشرح الصفحة 7 نحن ما زلنا في الوحدة العاشرة الدرس الرابع السؤال الأول وصل وتحدث نقوم بوصل الصورة مع الجزء المقصوص منها بهذا الشكل نبدأ بالصورة الأولى نبحث عن الشكل الآخر منها أو الشكل المقصوص أو الشكل المقود حتى نجد الشكل المشابه هنا صورة الثانية نقوم بوصلها مع الجزء الآخر وهو بالأسفل نفس الشيء هنا الصورة الأخيرة إذن بالون السؤال الثاني في هذا السؤال يجب علينا أن نبحث عن نفس الحرف الحرف المشابه هنا حرف الكي في هذه المرحلة يستطيع الطالب في الصف الأول الفصل الثاني أن يحدد بعض العروف أن يعرف بعض العروف ويلفضها ويكتبها هنا حرف الكي نقرأ الكلمة سكيت هل سمعنا صوت الكي نعم صوت الكي أو حرف الكي موجود بكلمة سكيت نضع دائرة على هذا الحرف سيركل سكيت حرف الكي الكلمة الثانية الكلمة الثانية نريد أن نقرأ الكلمة وهي كلمة كايت هنا نريد أن نحدد حرف الت هنا نريد أن نحدد حرف الت نضع دائرة على حرف الت هنا الحرف الثالث حرف الت الكلمة الثالثة يو يو وهنا حرف الواي يلفظ الطالب حرف الواي ويحدد حرف الواي بكلمة ي هنا الحرف الأول والحرف الأول بالكلمة الثانية في كلمة يو يوجد دينا حرفين واي الاول والثالث. نضع دائرة على حرف الاول وحرف التالث. يوجد فيها حرف ال. هنا حرف ال. عندنا حرفين ال. نضع على حرف ال ال. هنا في وسط الكلمة او. نضع دائرة على او. الحرف الاول حرف البي. نقرأ حرف البي. ونقرأ كلمة بول. نحدد حرف البي. نضع عليه دائرة. حرف البي فقط. الحرف الاول بالكلمة بول. جديد نبدأ. نضع على حرف ال دائرة. يو يو. حرف الواي. حرف الواي. او. دول. حرف ال او. يوسط الكلمة عنا. كايت. نريد ان نبحث عن حرف ال ت. حرف التالث. عنا بالون. هنا حرف ال ال. بي. بول. بي بول. نريد ان نبحث عن حرف ال ب ونضع عليه سيركل دائرة. هذا بالنسبة للصفحة السابعة. الصفحة الثامنة. هنا نضع الحروق كما ذكرنا. الدائرة على حرف ال واي. الدائرة على حرف ال ال. الدائرة على حرف الواي. الدائرة على حرف ال ب. الصفحة الثامنة. هنا نفس الموضوع. هنا نريد ان نسئل ونريد ان نجيب. كما ذكرنا سابقا. بالدرس السابق. هنا الان نعيد نفس الموضوع في الدرس الخامس. يونت تين بيدا فايف. هنا نريد ان نحدد المكان. للسؤال عن المكان كما ذكرنا. نبدأ باستخدام كلمة ويرز. اينة؟ للسؤال عن الأشياء نبدأ بالجاء باستخدام كلمة where's أما في الإجابة إذا كان الشيء الذي سئل عنه وجدت شيء قريب مني أستخدم كلمة here وإذا كان الشيء بعيد عني أستخدم كلمة there هنا مجموعة من الأشياء التي في الصورة نريد أن نسأل عنها لا افترضنا نريد أن نسأل عن ball القرى انظر إلى جميلة جميلة تبحث عن القرى ماذا تقول where's my ball where's my ball هل القرى قريبة من تالة لا القرى بعيدة عن تالة انظر إلى المسافة هنا نقول كلمة there في الإجابة نقول كلمة there نقول كلمة there السؤال الثاني جميلة تسأل عن الربط عن الأرنب انظر إلى الأرنب الذي على القرسي هنا ماذا نقول where's my rabbit where's my rabbit ماذا تقول ماذا تقول إذا وجدت الأرنب قريب منها تقول here وإذا كان الأرنب بعيد نقول there نقول there أيضا السؤال آخر لو أردنا السؤال عن الباق الحقيبة هل الحقيبة قريبة أولا نسأل where is my bag where is my bag إذا الإجابة كانت الحقيبة قريبة مني فأقول here here إذا كان الشيء بعيد عني مثلا جميلة ماذا تقول جميلة تقول here لأن الحقيبة قريبة منها أما تالا ماذا تقول تالا تقول there عن الحقيبة لأنها بعيدة عنها سؤال آخر لو سألت عن الليان الأسد هنا الأسد ماذا نقول where is my lion where is my lion هنا الليان إذا كان قريب مني أقول here وإذا كان بعيد عني أقول there طبعا وباقي الأشياء بنفس الطريقة هذا بالنسبة للسؤال الأول بالصفحة ثمانية الدرس الخامس السؤال الثاني ما هو المطلوب منه المطلوب منه هو أن نتعرف على العدد وأن نستخدم وأن نستخدم اس الجمع أولا للسؤال عن العدد ماذا نقول how many نستخدم السؤال عن العدد how many balloons كم عدد البالون التي في الصورة how many balloons من يريد أن يجيب how many balloons three balloons أحسنت three balloons one two three three balloons يجب أن أقول balloons لأن العدد هنا أكثر من واحد الصورة الثانية how many pencils انظر هنا للأسئلة اللون الأحمر how many pencils كم عدد الأقلام one two three four pencils لابد أن أتحدث أقول four pencils اس الجمع بنهاية الكلمة العدد الذي يزيد عن واحد اليو يوز how many يو يوز one two three four five five يو يو or five يو يوز الإجابة five يو يوز أحسنتم الصورة التالية how many books كم عدد الكتب one كتاب واحد نقول one book كتاب واحد بدون حرف الاس book جاءت بدون حرف الاس لأنها العدد واحد الأخيرة الصورة الأخيرة how many balls كم عدد القرات one two three four five six seven eight nine ten balls نقول ten balls العدد عشرة ten balls أكثر من واحد إذن نقول balls لا نقول ball balls الصفحة التالية الصفحة الأخيرة page nine الصفحة رقم تسعة هنا المطلوب مننا read إذن وصلنا لمرحة الكراءة على الطالب أن يستطيع كراءة الكلمات التي التي بالدرس الكلمات البسيطة التي يستطيع أن يقوم بتهجئة الحروف وثم كراءة هذه الكلمات read unit ten period six activity one السؤال الأول read find and write إذن هنا نقرأ الكلمة kites kites المطلوب كراءة الكلمة كرأناها المطلوب الثاني نجد الكلمة find نجد kites أين توجد صورة kites صورة kites توجد هنا الطائرات الورقية ماذا نريد أن نفعل نريد أن نعد ونكتب العدد إذن نعد one two three four five نكتب five بجانب الكلمة الأولى الكلمة الثانية نقرأها بالفداية read ball نقرأ كلمة ball ball أين توجد ball ball هنا آخر صورة كم العدد one نكتب one بربعة الثانية كلمة الثالثة you use you use أين توجد ال you use بالصورة الأولى one نقوم سكيتس سكيتس skates هنا نعد skates نكتب العدد four الصورة الكلمة الخامسة balloons نعد بعد أن نجد صورة balloons نقوم بعديها one two three four five six seven آخر كلمة dolls نبحث عن dolls هنا dolls نقوم بعديها one two three four five six seven eight نقوم بكتاب ذا الرقم eight في المربع الأخير أما السؤال الأخير copy ننسخ الحروف وهي حرف a small حرف c small حرف e small حرف o small حرف d small حرف g small حرف q small مع الالتزام بالأسطر عندنا هنا يوجد السطر الأول السطر الثاني أو السطر الثالث السطر الرابع عند كتابة حرف a small فقط نكتب هنا بالسطرين الأسود الأسود الغامق السطر الثاني والأسود الغامق السطر الثالث فقط لا خطأ أن نكتب على السطر الأول أو على السطر الرابع نبدأ هنا في كتابة حرف a بشكل c نقوم بالبداية بكتابة حرف c ونضع عليه نغلقه فيصبح الآن حرف a إذن حرف a بالبداية حرف c ومن ثم حرف e وحرف o حرف d هنا هنا حرف d اللي يجب علينا أن ننتزم بالأسطر حرف d هنا يحتاج مننا الكتابة على ثلاث أسطر أيضا حرف g حرف d هنا ثلاث أسطر وحرف g أيضا حرف ثلاث أسطر هنا من السطر الثاني حتى السطر الأخير حرف q من السطر الثاني حتى السطر الأخير وهنا نهاية هذه الوحدة أتمنى منكم التفاعل مع القناة والفيديو حتى يصلكم كل جديد والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد إلى اللقاء في الوحدة الثانية ترجمة نانسي قنقر